وصلنا لفقرة طبية من المشاكل اللي بتشتكي منها بعض الناس اللي بتعاني من زيادة في الوزن إن على الرغم من محاولتها المتكررة في اتباع أنظمة دايت مختلفة علشان ينزلوا من وزنهم إلا إنهم بيتفاجوا إن وزنهم ثابت ما بينزلش طيب أو ممكن كمان ينزل بس بجرامات بسيطة ويرجع تاني في وقت قسير ويزيد أضعفهم بيكون الشخص مش عارف إيه السبب على الرغم إنه ملتزم بكل تعليمات الدايت الحقيقة إن الأبحاث الطبية أثبتت إن من ضمن أسباب سباة الوزن هي إن الشخص يكون بيعاني من مقاومة الإنسولين طب يعني إيه مقاومة الإنسولين وإزاي أعرف إن أنا مصاب بيها وإيه العلاقة بين مقاومة الإنسولين وبين صعوبة النزول في الوزن ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفي لمشرفني ونورني في الستوديو دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية أهلا وسهلا يا دكتور أهلا 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 شيف عظيمة في الدنيا كلها الله يسعد قلبك يا ركتور بس قبل المنتدى بالحالة أقولك على حاجة حصلت معي في العيد اتفاضل فأنا أنا ما بحبش بيسموها حلويات اللحمة إيه الكرشة والفشة والممبر وأنا على صفحتك أنا الوصفات اللي أنت وصفتيها خلتني أحب الحاجات دي لا والله والله يا العظيم الكرشة والفشة والممبر والكوارع الله يخليك يا دكتور حكي عملتها بطريقة خلي بالك خلتنا أحبها الله يخليك يا دكتور والله يشاهد غري الله يساعدك يا دكتور مرسيل زوء حضرتك حالك إحنا بنتكلم على حلقة أقولك اللي حصل في البريك أيوة اتشافنا أن معظم الناس بتشتكي إما من مقاومة الأنسولين أيوة إما عندها سبات في الوزن إما بتخزش مظبوط نتكلم على مقاومة الأنسولين الأول لازم نعرف حاجة مهمة جدا الجسم الإنسان عبارة عن خلايا خلايا دي بتحتاج كولوكوز عشان تقدر تقوم بالوظائف الحيوية بتاعتها تمام نتكلم على مقاومة الأنسولين يبقى لازم نعرف يعني إيه الأنسولين الأول الأنسولين دي عبارة عن نورمون بيفرض من البنكرياس أيوة هو مسؤول أن يأخذ الكولوكوز من الدم يدخله الخلايا كويس عشان الخلايا تقدر تقوم بيه الوظائف الحيوية بتاعتك تمام هو معه الباسورد بتاع الخلايا يعني هو اللي بيعرف يفتح الخلايا كويس نتيجة الأسباب هنقولها دلوقتي الأنسولين ما بيقدرش يدخل الكولوكوز للخلايا الخلايا بتقفل هو كل ما يجي يدخل مش عارف يدخل إيه الأسباب فهي اللي بيحصل هنقول دلوقتي فهي اللي يحصل الكولوكوز عملي زيد والأنسولين عملي زيد فيه هنا بقى حاجة بتحصل الأنسولين لما يزيد ده هرمون عارف أنت اللي هو بيسمون اللي هو الفتوة بتاع الهرمونات الموجودة في جسم الإنسان فالهرمون ده لما بيزيد هو بيأثر على هرموات تانية طبعا وعلى رأسهم بيجي هرمون الليبتن هرمون الليبتن ده مسؤول عن الشبع طبعا خلي بالي يبقى أنا هنا الهرمون بتاع الليبتن ده لا يفرص فبالتالي أنا عملي أحسي بالجوع صحيح فعملي أعملك اللي يحصل أكلة ما زيد ويزيد الكوليكوزي يزيد وأنا كمان بزيد وأنت عملت زيدي والأنسولين عمالي زيد ده اللي بيسموها مقاومة الأنسولين أسباب كتير جدا بتؤدي لمقاومة الأنسولين منها السن منها العادات السيئة في التخزية منها السنة النباتية منها الكربوهايدريت كل النشوية كل النشوية مش هو نشوية كلها في الآخر بتبقى في الصورة مبسطة جوة جسم الإنسان بتتحول لسكر أو بتتحول لسكر مجرد ما تدخل أنا أعملها كون كتير نشويات ايوه فأعملها عرفع الكوليكوز صحيح فالكوليكوز لما يزيد الأنسولين، عما يزيد اوه تمام الحمل المتكررة على فكرة زيادة الوزن يعني هي زيادة الوزن تؤدي لمقاومة الأنسولين ومقاومة الأنسولين تؤدي لزيادة الوزن تمام مرتبطة ببعضها كل في جانب وراسف ايوه جينتكس كل ده الأسباب اللي بتؤدي لمقاومة الأنسلين تمام؟ بس قلنا أهم نقطة فيها هي الكربوهدريت. الكربوهدريت دي هي محور بتاع الحلقة بتاعتنا النهاردة. هلو كده؟ حلو أب. تكلمنا لقيت عن الأسباب. تمام. اللي كانت مع الأعراض حلو أب. حلو أب. هلو أوي كده؟ أعرف إزاي أن أنا صحيح عندي مقاومة على فكرة حقيقة. لما تعرفي إزاي أنك عندك مقاومة الأنسلين دايما في التخزيلي على جهة. هتلاحظ أننا دايما عملينا بنقول معادلات ومعادلات بسيطة. أيوة. المعادلات دي فيها حاجتين دايما. هتلاقي الوزن والطول. أيوة. ولتفكرة احنا اتكلمنا على ثقافة الوزن قبل كده. أيوة. ما زالي يبقى في مكان ثابت في الشقة وفي الوقت معين بلبس معين. أيوة. نهاردة بقى هنتكلم على الطول. تمام؟ من ضمن الأعراض الأساسية لمقاومة الأنسلين تلاقي المنطقة بتاعت البطن فيها زيادة. والزيادة مش ماشية مع جسمك. أي. يعني تلاقي إيه. ممكن أن تلاقي واحد رفاية. بس هو كرش بيش. أيوة. فبنعمل إيه حضرتك بنجيب المزورة. أعرف المزورة. أو بتاعت القماش اللي بنقيس بيها كل فساتنا. راحنا بقيس محيط الوسط أو محيط الخصف. بالصمت. أيوة. وأسمه على الطول بتاع بالصمت. الرقم اللي هيطلق. لو طلع نص فيما فوق. يبقى أنت خلي بالك. هنا فيه يبقى زيادة. احتمال هنا كبير جدا. مقومة إنسولين. تمام؟ أيوة. طيب. أأكد هذا إزاي؟ حالو. إن أنا شوية أعراض بتحصل. من أما هذه الأعراض تلاقي دايما الإنسان بعد ما يأكل عنده خمول. أريد ينام. وعنده نعيس. وداخل في دور اكتئاب. هو مكتئب. ودايما تحس أنه عارفة. هو مش عارف إذا كان صحي أو نايم. وتلاقي عمال وزنه عمال يزيد. من نمن برضو الأعراض الأساسية والمهمة جدا. مقومة الإنسولين. تلاقي المنطقة اللي وراء الرأي بديها تلاقي فيها خطوط بني. واللي تحت الإبض. لما العوامل دي كلها تتجمع. وتلاقي نفسك أهم حاجة إيه؟ جعان. عمال بتاكل. أيوة. مش مش حنتفقنا. أيوة. إن هي خلاص. تاكل عمال يبقى جعان على طول. وزنك بزيد على طول. هل؟ دي كلها بنقول عليها إيه؟ أعراض مقومة الإنسولين. نحل ده إزاي ده. نحل ده إزاي. بصو حدريتك. اللي إحنا نتكلم عليه النهاردة ده. المفروض يتحط كده في أول إنتيكيشة ليه أو أول حل ليه. هو مقومة الإنسولين. بيستا. ليه؟ هل عشان هو اسمه بيستا؟ لا. عشان المكونات اللي موجودة بيستا. وهنعرف ليه. أوكي. لما نيجي نتكلم عن مكونات بيستا. وهنرمضح بمقومة الإنسولين النهاردة. تمام. وإحنا اتفقنا. أنا لو بعمل نشرة داخلية مش عبارة عن أولا للألياف الزوابة والألف غير زوابة اللي هي عبارة عن الشفاء والسليم والردة مصبوط. بتعمل إيه بقى حريك الألياف دي. بالإضافة اللي إحنا قلنا قبل كده. إن هي بتخش المعدة وتقلل حجم المعدة. فكمية الأكل اللي بتخش بتقل. لأ. نسيت أقول لك على فكرة حاجة في مقومة الإنسولين من ضمن الأسباب الأساسية اللي بتأثر على هرمون الإنسولين. ومتخليه مش قادر يفتح ريع هزياد الدهون في الجسم. الدهون في الجسم. عشك يعملوا بيها تحليل يا دكتور. الله ينور عليك. أيوة. نيجي بقى أن أخذ بسط. أيوة. الألياف دي بتعمل إيه حضرتك. الألياف دي بالإضافة. إن هي بتقلل حجم المعدة. هي بتقلل صاص الدهون في الجسم. بتحسن من حساسية الأنسولين للكولوكوز. يا. دي هي الألياف. كويس. سوى كان السلم والشوفان. والرد. هو الردة الأمح. يبقى النهاردة بنعمل نحن نتكلم عن مقامة الأنسولين. فايدة ألاف في مقامة الأنسولين. بتحسن من حساسية الأنسولين للكولوكوز. بتقلل صاص الدهون. بتحسن أو بتزود من حلق الكاربوهيدريت. دهيل. تمام؟ عشان كده هتلاحظي. هي سبنا ليه منتشر الأيام دي. أو فترة الأخيرينية دي. لأن احنا اتجاحنا للفاص تفوت. وسبنا الأكل الصحي بتاعنا اللي هو فيه ألياف. الألياف قلت. عشان كده لما تروح لأي حد يقول لك زود الألياف في الأكل. صحيح. أنا بقى بتدهلك في بيستة. مش كده وبس. تعالين نتكلم عن مقونات بيستة التانية. الكروميوم. الكروميوم ده مش أنه هو خسوم تليجرام. أيوة. وهو مادة طبيعية موجودة في جسم الإنسان مع الزمن ومع السن ومع الانسولين. ما بتتمتكش. ايه فادة الكروميوم. بيحسن من التمثيل الغذائي للكاربوهيدريت. اللي هي بتتحول لكولوكوز. يبقى الكروميوم النهاردة. ليه دور في أنه يعالج من قابة الأنسولين. لا. ليه دور طبعا. لأننا الكروميوم اتفقنا من ضمن الحاجات الأساسية بتاعته. أنه هو بيحسن من التمثيل الغذائي للكاربوهيدريت. هاي. وعلى فكرة اتفقنا الخسوم تليجرام ده أعلى تركيز موجود في أي مستهضر. بيعالج السمنة في مصر. آه. نهاية. أنا بتكلم داخل مصر. يعني حاجة بتقول إيه اللي بيميز بيستا عن أي حاجة موجودة تاني. طيب. طيب. اكتفينا بكده. لأ تعالي. عندك فيتامين سي. آه. فيتامين سي دايما كنا متخيلين إن هو ليه دور في حتة المناعة. تمام. والكولوجين اللي هو نضارة البشرة. آه. لا. كمان فيتامين سي بيزود من حرق الكاربوهيدريت. يا. كله. خلا باك إحنا رحينا على إيه؟ الكاربوهيدريت. آه. لأن هي أكتر حاجة مسبب فيه. اللي هي في الآخر بتتحول في جسم الإنسان لجولوكوز. لجولوكوز. صح. تمام كده؟ أي مصبوط. طب. مش كده بس. اللي كارانتين. اللي كارانتين بقى بشتغل الدهون. مش إحنا برضو قلنا. من ضمن أزناب السمنة. في لسبة الدهون. آه. الدهون هي اللي بتؤثر على هورومين الأنسولين. مش قادر يفتح الخلايا. صح. يبقى أنا لما دي النهاردة مستخدر فيه كمان اللي كارانتين. بالتركيز بتاعلي هو لـ 50 ميلي جرام. أنا عملت إيه؟ أنا حررت الطاقة عن طريق حرق الدهون. كويس. يبقى لما أجأ أقولي أن بيستة. المفروض يتكتب كده في النشرة الدخلية بتاعتها. أول أن كيشة اللي هي علاج مقاومة الأنسولين هي لازم يتكتب كده. صحي كده؟ صحي طبعا. طرحتي. صحي طبعا.